وصفة شرحات لحم عجل مطبوخة بصلصة كتير مميزة مع الخضرة فطر وفلايفل ملونة مع الجزر الصغير ولا أطيب من هيك جربوها رح يحبوها صغار وكبار وطريقة كتير مميزة بتقدموها كوجبة غدل العيل يا مع رز أبيض يا مع سباكتة الصلصة فيها كتير طيبة وما بتاخد كتير مكونات وطريقة تحضيرها بتنجرة واحدة بتقدموها بعزايم كن أنا من الوصفات المعتمدة عندي كتير بقدمها بالعزايم وبالجمعات لأنه كتير مميزة نفس الطريقة بتنعمل بلحم وبتنعمل بصدور تجاج بقدم عجمبها رز أبيض وحامل بنعمل معها سباكتة بصلصة بيضة وصلة تخص مع درة ومصطردة ومخللات ولا أطيب من هيك ومكوناتها كتير سهلة رح نحتاج مقلاية فيها زيت زيتون أصباني أو زيت نباتة مع عود أرفة ومنحط شرائح لحم الأجل يكونوا هيك مقطعين شرائح صغيرة بهيد الطريقة أو زي ما بدكن منقلبهم لا يحمروا ويصيروا عنا محمرين بهيد الطريقة وما منك نغطيهم أبدا وتشويح على نار عالي منشي لهم منحطهم بمقلاية عجنب بنفس المقلاية بصلتين حبات كبيرة لكيلو اللحم حطيت عليهم خمس حبات توم مفرومين مربعات صغار بهاي الطريقة مش توم مهروس حبت فلفل أخضر وأحمر وأصفر من كل نوع ومنشوحهم وضفت عليهم علبة فطر مقطعة عنكن فطر طازة ضيفوا ومنقلبهم ربع قالب زبدة فيكن تحط الزبدة مع البصل من البداية شي ثلاثة ربع الكوب من الدرة الدرة كمان على زاء وكن نص كوب لثلاثة ربع الكوب ومنقلب ابهاراتها نوعين ابهار ثلاثة ربع معلقة الطعام فلفل أسود لكيلو اللحم وربع معلقة الطعام إرفة بس ولا شي تاني ولا أي ابهار تاني هلأ منقلبهم بالابهارات علبة كرامة حامضة كاملة منضيفة وعلبة جامر الكبيرة طبعا حطينا الملح ومنضيف علبتين كرامة طبخ ورح نطحن ثلاث حبات خيار مخلل يكونوا شوي كبار مع ربع كوب مي ومنضيف بعد ما حطينا كرامة الطبخ علبتين رح نضيف ثلاث حبات خيار مخلل مطحونين مع ربع كوب مي بهيدي الطريقة طحنت لخيار المخلل مع ربع كوب مي وضفتن معلقتين مصطردة بالعسل صلصة الخردل بالعسل واربع معالق طعام من صلصة الخردل العادية وعندي جزر مسلوق على زاقون شي تقريبا ثلاثة ربع الكوب كم حبة مسلوقين هيدا الصغيري كتير طيب معا ضيفوها ومنرجع اللحم اللي حمرناه بالبداية وطبختنا صارت جاهزة منقلبهم كلهم سوا على النار ومنخليهم يتسبكوا على نار هادي شي ربع ساعة ومنطفي تحتها وتتقدم مع رز أبيض أو مع سباكتة ولا أسهل ولا أطيب جربوها مكونات الصلصة رح تعطي طعم لللحمة والخضرة ولا أطيب من هيك شايفين كيف مسبكة واللحم أخد طعم من صلصة المستردة والخيار المخلل والكرامة الحامضة والجامر وكرامة الطبخ رح يكون طعمة خيال تقدموها بصحن التقديم ما في داع تحطوا جبن ما بدا جبن لا برميزان ولا مزرلا ما تقربوا الجبن على الصلصة أبدا وتحطوها وتقدموها جنبها رز أبيض احنا كتير بحبوها مع رز أبيض وباقي العائلة بحبوها مع السباكتة اللي بتكون بس مسلوقة ومشوحة مع زيت زيتون ورشة بهارات بسيطة طبعا هيدا بيرجع لزاقكم أنتم جربوها بسرعة بتستوي وما بتاخد كتير طناجر وكلها بتتحضر بطنجرة واحدة وعلينا وعليكم بالعافية